أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Glory be to the one who took his servant Muhammad by night from the sacred mosque to the farthest mosque whose surroundings we have blessed so that we may show him some of our signs indeed he alone is all hearing and all seeing صدق الله العظيم جزاك الله خير السلام عليكم how are you I hope you're fine and doing well okay do you know which Arabic month is this hmmm either Rajab yeah that's right it's Rajab and do you know what happened in this month hmmm either Isra and Mi'raj yes exactly Isra and Mi'raj yes exactly Isra and Mi'raj it happened in this month but do you know what Isra and what Mi'raj so let's know together so let's know the meaning of the word Isra the word Isra means night journey night travel and this is what exactly happened to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم when he travel from who can tell me from where is it from Mecca yeah that's right from Mecca exactly from Al-Baytu Al-Haram to Palestine Jerusalem exactly to Baytu Al-Maqdis yeah that's right then the Prophets of Allah the Messengers of Allah were waiting the Prophet صلى الله عليه وسلم in Al-Aqsa Mosque and when he reaches they pray together they perform صلى الله and he lead them in this صلى الله then something miraculous happen do you know what? so after the Prophet Muhammad finished prayer at Al-Aqsa Mosque then he had a meeting but that meeting was different it was not a he it's not a meeting with me with the person but he had a meeting with Allah سبحانه وتعالى with the Prophets of Allah سبحانه وتعالى with Messengers that's why the meeting was up at heaven that's why also it's called Mi'raj which meaning goes up finally you have to know that this journey it was a gift to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم because he showed patience and kindness when calling to Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يتمي نادي وهذا أحمد اليوم سنوكي على مسنعكم وسيداً جراسه صلى الله عليه وسلم وبركاته سبحانه سبحانه وبركاته وبركاته سبحانه وبركاته 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 سبحانه قد أظهر الإسلام محفظة في إيمان يا ذي الحظة محفظة كاشفاً عن مقمه تفديل حين السلام معليماً يعطي إذا كان عودة لكم صلاة توجي ويقول أخذ منه الخصاص مسليماً فإذا مين في لفات متشوقين وكأنه يرود فؤاداً رضواناً يسكره سواء كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحزينا ويعاني قلبطن الشريفة بوحيه تدرغاً تدرغاً غلبياً أعمى يا سلام قلنا لحظاً وثيراً أصل بي لما قال حين تتلمان يا سيدي إني غارست جيداً وعرون لشنياتي وعرماً دعي المليء كنت أمت بينكم حياً لعلي أو قطيناً أربماً فإذا كنت فرست أذري مويني في جنة فوقي سعيد أطرماً لكن هذه اللي ما تستجد لك عنني أمضني وأمضني عن جهنم حرماً صلى عليكم الله يا خير الوراء قد صار حبوك في شعيني لنا صلى عليكم الله يا خير الوراء قد صار حبوك في شعيني لنا شكراً في ليلة تتزيّى بالنور والإشراق جبريل جاء النبي لا يبعوه بوق الغراط هو النبي الأمين له الصعب ثمون وقوله قول صدق وفعله مأمون أجب لداء السماء يا سيد الأنبياء أجب لداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سرياً في رحلة الإسراء وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رقيق للمصطفى جبريل صدق على المختار يحاط بالأنواع عند الذين تجيه قد فاز بالأسرار قد عاد يحمل فرضاً خمساً من الصلوات ويعلق الأرض خيراً فيضمن البركات وعاد فوق البراق من فوق سبع طباق وعاد فوق البراق من فوق سبع طباق يدعموا لمن صدقوا بالفوز يوم التلاق اللهم صل وسلم مبارك عليك يا رسول